مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع غدا أن يترى انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وبشكل عام تكون أجوى وقت الظهيرة لطيفة لكنها باردة نسبيا في الصباح وباردة ليلا مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد أو أقل وأيضا ذات رطوبة أعلى وبالتالي هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة وبشكل عام وبتكون الرطوبة مرتفعة حوالي 91% وأيضا الصغرى المتوقعة خمس درجات وبما أن الرطوبة النسبية مرتفعة والرياح تقريبا بخفيفة السرعة هناك فرصة لتكون الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في ساعات الصباح الباكر وبالذات في المناطق الصحراوية وأيضا مناطق المرتفعات الجبلية لذلك نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة تقريبا بتكون حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل يوم غد الثلاثة بتوصل عظمها في عمان بحدود 13 إلى 15 درجة مئوية وأيضا تظهر بعض السحب المنقفضة وإنما الصغرى بتكون بحدود 6 درجات الأجواء أثناء الليل بتكون باردة بشكل عام يوم الأربعة ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل بحدود ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية الأجواء مشمسة بالنهار لطيفة أيضا وقت الظهيرة لكنها باردة نسبيا في فترة الصباح والمساء وباردة ليلا والصغرى المتوقعة أثناء الليل بحدود 6 درجات مئوية يوم الخميس أيضا تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتظهر السحب المنخفضة ولكنها يوم الخميس أيضا تنخفض لتعود إلى حول معدلاتها ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية بتكون العظمى والصغرى أثناء الليل بتكون بحدود 6 درجات مئوية والأجواء أثناء الليل بتكون باردة بشكل عام أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة في المناطق الشمالية نبدأ من إربد العظمى 17 والصغرى 8 عجلون 15 إلى 7 جرش 17 إلى 8 والمفرق 17 إلى 6 درجات مئوية المنطقة الوسطى وعمان البلقاء 14 7 مأدبة 14 6 البحر الميت أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل 23 إلى 13 عمان 13 إلى 6 والزرقاء 17 إلى 7 درجات مئوية أما المنطقة الجنوبية أيضا أجواء تقريبا باردة نسبيا إلى لطيفة في النهار وباردة ليلا الكرق 15 7 الطفيل 12 7 والشراء 11 6 ومعان 17 5 والعقبية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغرى المتوقعة بحدود 14 درجة مئوية المنطقة الشرقية أيضا أجواء معتدلة بالنهار باردة نسبيا ليلا إلى باردة أزرق 20 إلى 7 الصفاوي 20 إلى 8 والرويش 19 إلى 7 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم أما من مدههم خمسنًا